معنا بغداد مرسلنا حيدر الاسدي حيدر يبدو خيارات كثيرة لدى سيد مقدد الصدر لكن الطرف الآخر يعني بدى هادئا أيضا إلى أين تتجه الأمور يعني الطرف الآخر لم يبدي أي تعليق على تغريدات سيد مقدد الصدر وتحذيراته الطرف الآخر لا يريد استفزاز أتباع الصدر ولا يريد استفزاز مقدد الصدر بردة الفعل المقابلة وبالتالي المشهد الآن صباحا كنا نتحدث مع قياديين بارزين في التيار الصدر أكدوا لنا بأن خطواتهم لن يتم التراجع عنها وهي الدعوة إلى إجراء تعديلات دستورية حل البرلمان مكافحة الفساد بشكل حقيقي إصلاح القضاء كل هذه الأمور لا يمكن التراجع عنها وبالتالي أفق المفاوضات بين التيار الصدر وبين الأطراف الأخرى يبدو أنه يضيق جدا ماجد وأعلن عنه ذلك بصراحة زعيم التيار الصدري بأن لا أحد يتوقع مفاوضات سرية في المرحلة المقبلة إذن الجميع الآن ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في الثلاثين من الشهر الجاري وبعدها بحسب التوقعات سوف تكون الخطوة اللاحقة للتيار الصدري إن جاء قرار المحكمة الاتحادية منصفا لمطالب التيار الصدري بحل البرلمان قد تؤجل الخطوات اللاحقة ولكن إن جاء مغايرا لطموح التيار الصدري ومطالب متظاهره بالتأكيد سوف ننتظر الخطوة اللاحقة ومن هذه الخطوات قد تكون العصيان المدني قد يكون توسيع التظاهر والاتجاه نحو مواقع أخرى داخل المنطقة الخضراء كل الاحتمالات مفتوحة ماجد للمرحلة المقبلة من بغداد مراسلنا حيدر لسدي شكرا لك حيدر